السلام عليكم طلاب نكمل آخر المثالين عدنا بالTurbulent Interner Flow خلينا أخذ هذا المثال مطينا هنا In the rough pipe of diameter مطينا ال diameter معك هذا ال pipe إذن خلينا نبلش بالحل ال diameter المطينية قيمة Point 6 متر تمام ومطينا length matter مطينا الطول مالة هذا ال pipe قيمة 4500 متر الwater flowing on the rat مطينا ال Q ال flow rate مطينا Point 6 إذا كان ال rough مطينا l'equivalent roughness معناته مطينا l'equivalent roughness l'E Point 48 ملي متر Find يريد من عندي ال power اللي مطلوبة وين بهذا الجريان أول شغلة ننتبه لهم إنه آن ال diameter ملي متر ماتي الوحدة ماتة بالمتر وال roughness المطينية بالملي متر معناته يا أما D يعني هو ال diameter أحوله إلى الملي متر أو العكس هذا الملي متر أحول المتر بمعنى هو مطينا roughness إذا إحنا بالنمينر ما جنا نستفاد من عنده بينما هو بس بالتيربنت نستخدمه عمود أستخدم الموتي شارت فأول شغلة أطلعها أطلع من عندي ما طول مطينا ال Q وعندي diameter رح أطلع من عنده شنو؟ السرعة لأنه مطلوبة من عندي مطيني point 6 تساويلي area للpipe هي عبارة عن pi على 4 في D تربيع في U أنا ال D مطيني A هي عبارة عن point 6 ما يحتاج أحولها لأنه يأصل بالمتر أقول تربيع إذن قيمة السرعة المتر مطيني تيك أعتقد آخر شغلة مطيني الميو قيمتها أو حتى ما طول هو مالة الوتر فأنا أعرف هي عبارة عن 1.01 1 في 10 السرعة بتلا أثى هو عادة يطيح موجودة بالسؤال رح يطلع لأنه قيمة الرينود 1.200 في 10 و 6 بما أنه أنا عندي جريان داخل أنابيب يعني مطيني دايميتر معنات الجريان داخلي إذن أنا المجزم مات مالة إذا تيربينت فوق الأربعة آلاف إيه هذا فوق الأربعة آلاف إذن أنا تيربينت إذن أنا لازم أستخدم المودي شارت لأنه إذا يريد من عندي الباور فالباور هي عبارة عن القوة في السرعة إحنا أخذناها يمكن بالمثال القبل الباور يريد مني الباور هي عبارة عن قوة في السرعة السرعة طلعناها يبقى للأف اللي هي الفورس إذن هاي الفورس مين أجيبها ما عندي غير من ضغط يعني هي عبارة عن ضغط بمن P في أي يعني معنات الأي أنا عندي الأيريا اللي هي باي على أربعة في دي تربيع في البي البي مين أجيبها اللي هو برجل ما أقدر أطلع من قانون واحد أقول له عبارة عن الفريكشن فاكتر في L على الدي الرو في الفيتر بي على اثنين هسا الطول مات الأنبوب مطنية والديميتر مطنية والسرعة طلعتها يبقى لي بس الفريكشن فاكتر بما أنه عندي رينولد ومطين الرفنس ومطين الدي راح أقسم ال اي الرفنس على الدي هذا أنت مخير نحن حاليا مطيني الوحدات ما مشابه هنا ملي متر وهنا متر من يلا تحول الاثنين تنصح ازين أنا راح أبقيها بالملي متر الرفنس 0.4 ملي متر بس هو مطيني مطيني 0.6 الدي 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 6 متر معناته أنا هذا راح أضرب في الف فراح يصير 600 600 ملي متر من أقسم هن الاثنين هن طلع 0.008 خلي ننتبه آني شنو عندي قلت لكم هذا المودي شارد قيمة الرنون طلعت 1.2 في 10 6 أروح أباوع 10 6 هي 1.2 هي 1.2 في 10 6 هاي الثنين إذن آني راح أبلش أدخل مستقيم إذن أباوع المن الإي الرفنس عليه من على الدي طلع لي 0.008 أباوع هنا وين 0.008 هاي على نفس الخط هاي وين تقاطع ويا رنولد من عند أجر الخط مستقيم أسأل هنا شوية يعني غلطانة أنتو يعني هي مغلطانة وأن الخط مات 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 يجي مستقيم أنتو مباشرة راح يطلع لكم الفريكشن فاكتر قيم 0.02 إذن راح أقول الفريكشن فاكتر تساوي 0.02 فقط أخليه بالقانون وتساوي 0.02 في طول الأنبوب مطينية 4500 موجود بالسؤال الديوميتر 0.6 في الروم طول الماء هو عبارة عن ألف الكثافة في السرعة طلعت لنا 2.18 1.8 وننتبه بالقانون بيها تربيع على 2. قيمة الضغط راح تطلع لنا تساوي 3.03 7.08 في 10 قصة 3 باسكال وبثل ما متعودين أقسم على ألف على موجود تتحول إلى الكيلو باسكال بس طلعت الضغط بأ صارت عندي ال يساوي لي القوة في السرعة وتساوي للقوة جايتني من ضغط في area في اليو وتساوي أن الضغط طلع ناش قد أنا راح أقسم هو بالكيلو باسكال فهو 300 و37 كيلو باسكال في ال area pi على 4 في دي تربيع اللي هي 0.6 تربيع السرعة اللي طلعناها قبل شوية هي عبارة 0.0 هاو كل ييت راح تطلع لي اهنان المقدار مات الباور بالكيلو واط لأنه هان استخدمت أصلا استخدمت الكيلو باسكال فرح تطلع بالكيلو واط 222.05 الكيلو واط هذا كل ما يخص هذا السؤال آخر سؤال أدنى بالمحاضرة آخر كاتبت لكم ياهن تمام شو مطينا مطينا rough pipe الديمتر مالتة 500 مليم ومطينا length مالتة مطينا الديمتر 500 الديمتر 3500 الواتر is following مطينا Q floor rate مطينا average height of roughness مطينا E تساوي 0.4 مليم يريد مني head loss يريد مني brudger drop يريد مني power و take معناتها يقول لك أخذ الم لأنه عدك مي فهي عبارة عن 0.001 أول شغلة أجل أسويها أقول الآن راح أطلع head loss هي عبارة عن F L D V تربيع على 2 بالتعجيل هذا head loss هذا أول مطلب يريد المطلب الثاني يريد مني brudger drop F L D R V تربيع على 2 تقريبا من الشابهات المطلب الثالث يريد مني power اللي هو عبارة عن force V U هذا المطلب الأدي تمام معناتها الآن أول شغلة راح أطلع السرعة لأن كل يتم به سرعة تمام السرعة ما طلعها غير من هذا القانون ما الفلوريت هي عبارة عن A U الفلوريت مطني عبارة عن point 5 تساوي ل area بما أن جريان داخلي في pi على 4 في D تربيع في U وتساوي pi على 4 في D تربيع مطني دايميتر 500 وما أنسى لأنه بالملي متر قسم دائما على ألف تربيع في السرعة من عد السرعة راح تطلع قيمتها 2.55 متر بير سكند هاي أول شغلة طلعتها هس أطلع رنوت على مد أنا أعرف الجريان المال تي لامينر أو تيربيلن لأن على أساس أطلع الفريكشن فاكتر يعني هذا بس الفرق وين فرق بالفريكشن فاكتر إذا كان لامينر فاستخدم 64 على رنوت أو إذا كان تيربيلن الجريان مال تي أخذ من المودي شارد فالرنوت هو اللي يحكمني هو الرو في U في D على الميو تساوي لي هنا عندي ألف لأ المي السرعة طلعتها 2.55 الدايميتر 500 وأقسم على الألف الميو مطيني إياها take 0.001 رح تطلع لنا قيمة الرنوند 1.2 في 10 وال6 1.2 في 10 وال6 معناته أنا رح أروح نقلم للمودي شارد قبل لا أروح للمودي شارد مطيني الرف ايه مطيني الرف نس تساوي لبوينت 4 مليم ومطين D تساوي لشقل 500 مليم معناته حاليا ما يحتاج بعد آن 2 مليم فأنا فقط أقسم E على D الرف نس 0.4 وهنا على 500 رح تطلع لقيمتها 0.008 رح أجي المن رح أجي خلي نرجع المن الرسمتنا القديمة اللي هي المودي شارد أول شغلة أو أضح 100 نجي الهن الرنوند Malti قيمته 1.2 في 10 6 هاي 10 6 1.2 نفس الخطة المستقيم القبيل شوية رسمته بالمثال السابق هذا والأ نفس الوضع اللي هي الرفنس على D فمعناته رح تطلع للقيمة المودي شارد أيضا تقريبا نفس الشي 0.01 2 أو تقدر تقول 0.02 2 تقدر تقول 0.01 8 إذا أقل من عدها 2 ناتصن صحيحات نقدر نعتبر صحيحات نجي هسا نكمل المسألة مالتنا رح أطلع قيمة ال-F تساوي 0.0 1 8 أو 0.02 حسب المصدر تطلعت لك ما كمشكلة هي الفرق ال-point رح أطلع أول مطلب هو عبارة عن التغير بالضغط يساوي لل-friction factor فأنا رح أطلع 0.02 هذان هذان صحيحات ال-L مطين إياه هو 3500 على 0.5 هي 500 قسمتها على 1000 رأس نساوي 0.5 في الكثافة 1000 في السرعة 2.5 و50 القوس كل تربيع علي من على 2 رح تطلع للقيمة مالتي ما تضغط رح يساوي 409 0.6 كيلو باسكال تمام ازي هاي بالنسبة أولا لبرجر دروب إذا ردت أطلع ال-head loss نفس القانون تماما فقط هنا صار 200 في التعجيل بعد ما كرو ويصير بالمقام تعجيل أرضي يساوي 0.02 ال-3500 على 0.5 في السرعة تربيع هي عبارة عن 2.55 على 2 في التعجيل اللي هي 9.81 ال-head loss خلنا نتبه يطلع عندنا الوحدة ماتة بالمتر 41.7 متر آخر مطلب هذا المطلب الثاني آخر مطلب رادة من عندنا اللي هي ال-power ال-power تساوينا القوة في السرعة وتساوينا دائما القوة هي عبارة عن ضغط في area في السرعة وتساوينا الضغط ستاوينا طلعنا 409 0.6 بالكيلو باسكال π على 4 في d تربيع اللي هي 0.5 تربيع في السرعة طلعنا ه 200 0.55 رح تطلع بما انه اختار الكيلو باسكال و رح تطلع عنه بالكيلو وات لو مختار باسكال تطلع عنه فقط بالوات رح تطلع عنه 205 كيلو وات هاي ال-power المستخدمة القوة المستخدمة لهذا الهنا نكمل اخر مثالين بالتربيع ان شاء المقطع الجاي رح نستخدم ال-losses ال-head losses رح نتكلم عليها بصورة مفصلة اكثر والسلام عليكم رحمة الله ركاته مفصلة